إذا خلينا بهذا الفيديو نبدأ نتكلم عن حدث جدا مهم اللي هو حدث التصادم لما كائن يبدأ ينصدم في كائن آخر تشوفه كثيرا من الألعاب لما كائن مثلا يبدأ يجمع نقاط معينة لما ينصدم في كائن آخر يبدأ تنتهي اللعبة وهكذا فهذا حدث جدا مهم فالآن الفكرة العامة نريد أنه هذا الكائن اللي موجود عندنا لما ينزل إلى هنا يعني لما ينزل إلى هنا لهذا الكائن فإيش فيبدي يختفي أو على سبيل المثال هذا لما يبدي ينصدم هنا فيبدي يختفي هذا الكائن وبالتالي تنتهي عندنا اللعبة ضمن هذا الإجراء أي بمعنى أنه عندك حدث متى ما تنصدم هذا الكائن Trigger with this object خلاص اتهت اللعبة فعلى هذا الأساس خلينا نعمل سي شارب سي كريبت جديد أعمل create new سي كريبت وأسميه مثلا يكون عبارة عن height اختفاء ثم على ذلك أبدي باختيار هذا الكائن وأبدي بسحب السي كريبت وأسقاطه على الكائن وأبدي من التأكد أنه خاصية الزي تريجر مفاعلة خاصية الزي تريجر هذي مثل ما تلاحظة الآن أمامك هي خاصية مفاعلة إذن أعمل check عليها طبعا هذه الخاصية بالشكل الافتراضي هي غير مفاعلة يعتبر أن الكائنات is not trigger يعني غير متصادمة مع بعضها فعلى هذا الأساس أنه لو تلاحظ هذه الخاصية موجودة عندنا موجودة في الكولايدر اللي هو 2D فأبدي أفتح الhide وأبدي أستدعي حدث أي شي يسمونه يسمونه on trigger طبعا هو فيه ثلاث أجراءات رئيسية أنه الenter دخول الكائن وخروجه الexit والstay لما الكائن يبقى في نفس المنطقة أو في نفس يعني يكون trigger بالشكل المستمر بمعنى أول ما تبدي تفكر أنه تقول أوكي إيش معنى هذه الأحداث الثلاثة لما يجينا هذا الكائن ويبدي ينصدم في هذا الكائن يعني دخوله enter عليه فهذا حدث لما يخرج من عنده يعني ينصدم ويخرج من عنده فهذا أيضا حدث تمام إضافة لذلك لما يكون هذا الكائن باستمرار trigger with this object يعني يكون باستمرار يكون محتك بهذا الobject فهذا أيضا يعتبر عندنا حدث إذن عندنا ثلاث أحداث رئيسية خاصة في trigger طبعا تبدي توزع عندك على أساس يكون عندك الكائن 2 object يعني 2D إذا كان عندك الكلايدر اللي إحنا مستخدمينه 2D فأوكي استخدمي 2D وإلا لا إذا كان عندك 3D أو كان ليس 2D فأستخدم التريجر الإحتياري طبعا رح بدي أستخدم أول شيء اللي هو on trigger enter 2D مثل ما تلاحظ الآن عمل لك ال void واللي هو يبدي يستقبل لك الكلايدر 2D أوكي هذا الobject الآن كله عليها أنه على سبيل المثال رح بدي أعمل destroy destroy يعني تدمير تدمير للgame object الgame object اللي أنت وضع عليه السكريبت يعني تدمير للobject اللي موجود عندنا فالآن شنو اللي رح يبدي يصير عندنا يعني الآن توقع أنه لما يجي هذا الكائن يبدي يضرب هذا الكائن يكون تريجر علي رح يبدي يختفي عندي هذا الكائن لماذا يختفي؟ لأن في الأساس أنا وضعت له حدث وعملت له destroy عملت له تدمير على الgame object طبعا بشكل الإفتراضي لما أنت تاخذ خاصية الgame object فهو يعرف أنه هذا الgame object اللي أنت وضع عليه السكريب اللي هو هذا ولو أصلا ما تحتاج أنه أنت تعمل find the game object اللي رح نبدأ نتطرق له هذه وظيفة ثانية من خلالها يمكن أنه أنت تبدي تبحث عن find game object فأوكي الآن تعمل run على اللعبة فاللي رح يصير عندك أنه أوكي تلاحظ اختفى عندنا فهذا كان إيش كان trigger enter فيمكن أنه تاخذ trigger ثاني اللي هو out يعني private void ولكن يتريجر اللي بعده رح يكون عبارة on trigger exit خروج 2D وأيضا عندك on trigger stay اللي هو البقاء يعني لما يبقى باستمرار فهذا حدث الخروج وهذا حدث البقاء فطبعا هذا الحدث جدا مهم يمكن من خلاله أنه تصل إلى كثير من الأمور في اللعبة الخاصة فيك وهذا نشوفه كثيرا من يكون كان ينصدم في كان فيبدي أنه يقوم بإجراء معين في زيادة عدد النقاط على سبيل المثال في اختفاء الكائنات وهكذا